هو اللي تظلع هو مش حاتم سكر ده حاجة سكر ده سكر جد والله حاجة سكر يا جماعة يعني انا بشوف مشكلة مباراة الزمالك والمقاولين هي فكرة ان انت شفت اللي انت عايز تشوف انت بتشوف الزاوية اللي انت عايز تشوفها وانا بقول ان كابتن ياسر عبرهوف اللي بحيعة التحليل ده يشوف احنا هنا اختلفنا معها ديه وبنجيب له لعبات من ايام الوينش والقفز ومحلة حرص الحدود ولكن انا بحييه في الحتة جي ليه لانه سمع لكم حاجة فكرة وانا قاعد هنا كاعلامي عايز اوصلك لإيه عايزك انت كمطلقي تستنتج إيه دنيا والعة دنيا مقلوبة دنيا كذا بكأ واروح سائل واخد الدنيا في الحالة بتاعت نادي الزمالك هنا بقى هنا بقى لما كابتن ياسر عبد الرقوف وقف عند لعبة حتم سكر واتكلم فيها وان فيه طرد من بدري يغير نتيجة المباراة ويفرق تماما رد قال له ايه ماركو في الراديو قال له ممكن كابتن ياسر معدهاش قال له لا مش ممكن لان يا جماعة ممكن دينا سبتها يعني فيها وعليها يعني تتحسب او ما تتحسبش يعني ما تحطهاش يا كابتن ياسر في نفس الكفة بتاعت راكلة الجزاء لا كابتن ياسر قال له ده طرد وجوبي ما فيهاش ممكن ولا يا جوز يعني يا جماعة احنا هنا بنتكلم احنا وصلنا من محللية تحكيم بقوا فاهمين اعلاء بقوا فاهمين هو رايح فين والكلام بتاعها اتخذ ازاي وحيتنشر على المواقع ازاي فده شيء مهم جدا فاللي بيحل التحكيمة ووسامة بقى عبء الرد وعبء كمان انك ما تودنش في الحتة اللي انت عايز تروح فيها انت عايز تاخد الناس لحتة ان فيه كرسة في لعبة راكلة الجزاء اللي كانت لصالح الزمالك بس ما فيش كرسة في الطارق لا انا بقول لك ده مشكلة ودي مشكلة والاتنين غاروا نتيجة المباراة واحنا يا جماعة كنا بنسمع زمان فلسفة المنافس ويعني الناس اللي بتدعي فهمة عند المنافس كان طول عمر يقول لك ايه متخدش على الحالة دي ده انت خدم الاول لو اللعبة دي تحسبت كانت غارة نتيجة المباراة انت ودتوا الكلام ده فيه اللي كنا بنسمعها سنين مع النادي الاهلي اللي يبقى كسبان تلاتة او اربعة وليك بتقول لي لا 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 النيه ضرب الجزاء افتح للمطر اصلي كان فيه فاول على في نص المنطقة ولو اتحسب كان حسام عشور حيكاف ياخد الانذار التاني والله كنا بنسمع ده زمان طب وحاتم سكر ده تمتخالي المقاولين بيلعب ضد الزمالك اللي ناقص لاعب من الشرط الاول طبعا هتفرق في كل حاجة طيب كابتن سامير عثمان ايضا اتكلم في اللعبة وقادي اتنين خبراء تحكيم بيتكلموا فهل الكصة تتشاف بعين واحدة ولا تتشاف زي ما احنا بنورها لك بكل الزواي عايزين نركز